يا أهلا وسهلا مكملين بسلسلة تعلم تصميمات السوشيال ميديا بالفوتوشوب بأسلوب عملي ومختلف تماما عن أي شروحات على يوتيوب إذا كان عندك شغف لتعلم التصميم واستخدام الفوتوشوب كمل معي الفيديو للآخر أنا وقل محمد جرافيك ديزاينر ويلا نبدأ هدول هنين الثلاث تصميم اللي رح نشتغل عليهم بمساحة عمل الأرت بورد وهدول هنين الملحقات اللي رح نستخدمهن حتلاقوا رابط تحميل الملحقات على قناتي التليجرام رح أترك لكم رابط القناة على التليجرام صندوق الوصف ولا تنسوا طبعا تنضموا لقناتي على التليجرام لأنه فيها رح أرفع كل الرابط وملحقات التصميم وأي فيديو جديد أو أولب وكورسات مجانية أو مدفوعة بس قبل ما نبدأ خلونا نلقي نظرة على الملحقات الموجودة بالتصميم وأعطيكم لمحة سريعة عن طريقة البحث عنهن وتحميلهن نحن بهدول التصميم الثلاثة مستخدمين نفس الملحقات يعني عندنا هون ساعة سريدي وعندنا هذا الشكل تبع السوبر سيل وعندنا هون الدوائر المنحنية الموجودة بالخلفية وعندنا كمان أيقونة الاتصال تبع خدمة العملاء ورح أعرفكم بهذا الشرح على موقع جدا رهيب لتحميل أيقونات اللي من هذا الشكل هلأ رح ندخل على جوجل ونكتب بشريط البحث فريبيك وندخل على موقع فريبيك الشهير اللي لاغنا عنه لأي مصمم رح نبدأ بالأشكال الموجودة معنا بالتصميم لنفترض مثلا بدنا ساعة ساعة سريدي بكل بساطة رح نروح على الترجمة لو ما لك شاطر بالإنجليش طبعا بنكتب ساعة سريدي بهذا الشكل ومنعمل نسخ للكلمة ومنروح على موقع فريبيك ومنعمل لسق وإنتر وبتظهر عنا مجموعة أشكال كبيرة جدا من ساعات سريدي ولو حابين يا صديقي ساعة بلون معين يا أما من شريط البحث بنكتب اللون اللي بدنا ياه يعني لنفترض أحمر فمنكتب ريد بعد كلمة ساعة تمام يا أما من شريط الفلتر بنضغط على خيار فلتر للألوان من هون ومنحدد لون أحمر ومنعمل انتر حلو كتير حلو وبتظهر عنا كل الساعات الموجودة على هذا الموقع باللون الأحمر طيب خلونا نرجع نشوف شوفي عنا ملحقات بالتصميم كمان لو حابين نجيب مثل هاي اللخطوط المنحنية أو الدوائر المنحنية الموجودة بالخلفية كيف نبحث عنا عن طريق عبارة البحث هاي رح تلاقوني مسمي لكم الصورة نفسها الموجودة بالملحقات بنفس اسم عبارة البحث تبعا بحيث يا أصدقائي تاخدوا الاسم وتعملو له نسخ وتلسقوه على موقع فريبيك وبتطلع عنكم نتائج وأشكال كتير كبيرة بتختاروا الشكل اللي بيعجبكن أو بتستخدموا الشكل اللي يرافع لكم ياه مع الملحقات المهم بعد ما نعمل انتر بتظهر عنا بنتائج البحث أشكال مختلفة من الدوائر واللخطوط المنحنية بإمكاننا نستخدم الشكل اللي يعجبنا وفيها عنا كمان شكل السوبرسيل هود بنفس الطريقة منكتب بالترجمة سوبرسيل 3D ومنعمل نسخ وبعدين منروح على موقع فريبيك ومنعمل بحث كمان بتظهر عنا أشكال كبيرة ومتنوعة بعضها مجاني وفي منها مدفوع حلو؟ وهلأ رح نبدأ بالتصاميم رح نروح على الفوتوشوب ونروح على خيار فايل مشان نفتح مشروع جديد رح نحط المقاسات نحط العرض 1080 والارتفاع 1350 بهذا الشكل وطبعا بالبيكسل تمام؟ وهنفعل خيار الارت بورد هون بهذا الشكل وطبعا كنت شارح أنا كل شي بخص الارت بورد بفيديو ضمن سلسلة كورس تعلم الفوتوشوب من الصفر للمبتدئين على قناة اليوتيوب ومنخلي هون الريزولوشين 150 ومنخلي هون خيار البيكسل على إنش ونظام الألوان RGB ومنعمل كرييت بيفتح عنا المشروع بهذا الشكل ولو ملاحظ تلقائيا مقائمة الطبقات صار عنا جروب جاهز بضمن كل العناصر اللي حنضيفها ضمن مساحة الارت بورد الأولى أول شغلة مشان ما ننسى نعملها دائما أول ما نفتح أي تصميم سوشيال ميديا إنه لازم نحط خطوط الGuide أو خطوط الأمان أو الخطوط اللي تقسم لنا التصميم بالطول أو بالعرض رح نروح على قائمة View من فوق وننزل على خيار الGuide وبعدين منختار New Guide Layout تفتح عنا نافذة صغيرة بهذا الشكل رح فعل هذا الخيار اللي على يسار وبخلي الرقم هون على 2 وباقي الخانات بخليها فاضية لو فيها أي أرقام بمسحهم والخيار الثاني هو اللي بيقسم لي الصورة أو التصميم بالعرض الخيار الأول بيقسم لي التصميم بالطول نصين والخيار الثاني اللي جنبه بيقسم لي التصميم نصين بالعرض يعني أنا حطيت رقم اتنين هون مشان يقسم لي التصميم نصين بالعرض طيب إذا حابب قسم التصميم تبعي لأربع أقصام بالعرض بحط رقم أربعة بكل بساطة مثل ما حكينا منلغي أي أرقام من باقي الخانات منلاحظ أنه صار عنا أربع خطوط لكن نحن رح نرجع لرقم اثنين لأنه نحن بدنا التصميم من اسم لنصين ومنجي منفعل كمان الخيار اللي تحت هون هذا الخيار بيحط لنا مسافات أمان بعيدة عن أطراف التصميم رح خلي الرقم هون على 66BX يعني بيكسل اختصار البيكسل نكتبه كتابة BX ونفس الرقم بكرره بكل الخانات 66 أو بعمل نسخ لسق نسخ لسق نلاحظ كيف صار عنا خطوط على داير أطراف المشروع تبعنا هاي الخطوط ما منضيف بعدها أي أرقام أو كلمات أو تفاصيل دائماً منخلي العناصر تبع التصميم بعيدة عن أطراف المشروع وبالنسبة للألوان رح نستخدم بالتصميم ثلاث ألوان أساسية تمام؟ رح نسحبهم مثل ما هنن وندخلهم على المشروع تبعنا نحطهم قدامنا بهذا الشكل رح نروح على خيار الصورد كالر من القائمة اللي تحت أسفل يمين البرنامج مشان نحط لون للخلفية بعد ما تفتح عنا لوحة الألوان بأداة الأطارة بحدد على هذا اللون بهذا الشكل بضغط كليك بالماوس بيتحدد عندي بعدين بروح على أداة الأشكال خيار المستطيل وبحدد من خيار الفل اللي فوق الموجود بشريط القصائص لون للمستطيل رح أختار أنا اللون الثاني تمام؟ ورح ألغي اللي ستروك ورح أرسم مستطيل بهذا الشكل بمنتصف التصميم بشكل طولي وطبعا أكيد هلأ أعرفتوا شو فائدة إنه قسمنا المشروع تبعنا لمقاسات متساوية وبعد ما قسمنا الصورة لنصين رح نجيب اللخطوط اللي بدنا نحطهم بالخلفية منروح على الملحقات تبعتنا ومنسحب اللخطوط منحطهم بالخلفية بهذا الشكل ممكن ضبط حجمه من شوي ممكن نكبر شوي صغيرة حلو تمام؟ وهلأ رح 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 جيب المكنسة تبعنا أنا مجاهزها ومفرغها من الخلفية وتعلق لكم شغلة يعني بما أني شخص كمان حابب أعلمكم كل شي وما أخفي عليكم أي شي رح عرفكم على موقع رهيب جدا لإزالة أي خلفية من الصور وخاصة إذا الخلفية بيضة فبيشيلها بكل احترافية رح أفتح على جوجل وادخل على الموقع هو عامة مصرحة موقع صيني من دريكوري ما بعرف شو اسمه لكن كمان رح أضط لكم الرابط تبعه على قناة التليجراون رح أضغط هون وبعدها بيقلي اسحب الصورة فأنا رح أسحب صورة المكنسة الأساسية اللي خلفيتها بيضة بنسحب هيك بهذا الشكل وبعدها بنضغط هون أقل من دقيقة بتكون المكنسة نفرغة من الخلفية باحترافية نستنى ثواني شايفين؟ وبعد ما تجهز عننا بنضغط على حفظ بصيغة البي إن جي وبنقفل هون وبنروم نسحبها على الفوتوشوب بهذا الشكل وبضغط كليك يمين بالماوس وبنزل على هذا الخيار مشان أعكس اتجاه المكنسة وبضبط حجمها بالشكل المناسب أعتقد هيك منيح بعدين رح أعمل طبقة فاضية جديدة من هون وبسحابها لتحت المكنسة لأنه على هاي الطبقة رح أعمل الظل طبع المكنسة ورح حدد على أداة الفرشاية وخليها باللون الأسود من قائمة الألوان وبعدها بضغط كليك يمين بالماوس وبتفتح عندي نافذة الفراش شايفين هاي الدائرة من هون في عليها نقطتين من فوق ومن تحت رح أضغط على دائرة من هون وضمهم على بعض بحيث تكون الفرشاية عندي مسطحة بيجي لتحت المكنسة بصغر حجم الفرشاية أو بكبرها عن طريق حرف الدال أو الجيم من الكيبورد بضغط بالماوس ضغطين على الخفيف بهذا الشكل هلأ بعمل تكبير للفرشاية بمقدار مثلا أربع درجات ومن شريط الخصائص اللي فوق بقلل وبستي تبعها ممكن لل أربعين وبضغط كمان ضغطة خفيفة بهذا الشكل حلو؟ رح أعمل طبقة لير فاضية كمان وأنا محدد على أداة الفرشاية بضغط كليك يمين بدي خلي اتجاه هذا السهم تبع الدائرة هون بنفس اتجاه هاي القطع تبع المكنسة اللي بتشفط هاي ما بعرف شو اسمها تمام؟ مشان كمان نعمل الظل تحتها بهذا الشكل بعدين بيجي بالفرشاية هون وبضغط ولو حسينا يعني الظل كبير أو صغير بنعدل عليه عن طريق نضغط على كنترول زائد حرفة T من الكيبورد تمام؟ كتير ممتاز هلأ رح جيب الشكل اللي سريدي تبع السيل والخصومات وحطه فوق بهذا الشكل على محازات خطوط القايد بضبط حجمه شوي رح ينسخ الشكل مرة تانية عن طريق إما عن طريق اني يمسك الطبقة تبعه واسحبها على خيار النسخ اللي تحت اللي عليه إشارة زائد هون أو بضغط اختصار كنترول زائد حرف الجي بواقف على طبقة الشكل اللي تحت لأنه بدي خليها باللون الأسود بضغط على أداة وبسحب هذا المؤشر للأسود وبضغط على هذا السهم مشان يطبق لي الأسود على الطبقة اللي تحته بس هلأ بضغط كنترول من الكيبورد وأنا ضغط بضغط كليك بالماوس على طبقة الشكل مشان نحدد الطبقتين مع بعض وبعدها بنضغط على اختصار كنترول وقالت زائد حرف الإي بيندمجوا عندي الطبقتين مع بعض منروع على خيار فلتر وبعدها بلور جاليري وبعدها أداة الباس بلور وهلأ حتشوفوا شو رح نعمل هلأ المفروض هون يظهر سهم لتتحكم باتجاه الظل أنا بدي أعمل ظل للشكل تبعلي 3D أوقات ما بيظهر هذا السهم أو بيكون معلق ما بعرف بصراحة شو السبب بس هون هلأ لحنا ما لنشغل فيه كتير بس هنروح من هون نحدد على الخيار الثاني والرقم هون ممكن نخليه على 188 مثلا وهون على 20 وبعمل أوكي شايفين كيف صارت النتيجة كتير رائعة وصار 3D أكتر هلأ رح جيب الساعة عندي من الملحقات تمام رح صغير حجمها وعدل اتجاهها شوي وحطها بأسفل التصميم بالزاوية بهذا الشكل بدنا نعمل له هلأ اهتزاز بسيط وكأنه طايرة تمام منروح لقائمة فلتر مرة تانية ومن بعدها بلور وبفتح أداة الموشن بلور بعدل زاوية الاهتزاز من هون وقوة الاهتزاز ممكن نخليه مثلا على 25 ومنعمل أوكي رح كرر طبقة الساعة مرة تانية بالإفكت تبعة يلي عملنا ونحط ساعة بالزاوية فوق بهذا الشكل نضغط على كنترول وحرف التي بالإنجلش من الكيبورد ومنصغر شوي ممكن نضبط ميلانها شوي صغيرة هيك ومنعمل إنتر رح نكتب هلأ المحتوى على التصميم اسم الخط اللي رح نستخدمه هو هذا رح يظهر قدامكم هلأ على الشاشة ورح خلي الوزن تبع العنوان الرئيسي بلاك رح نكتب نظافة مثالية ننزل سطر عن طريق نضغط شفت وإنتر مع بعض تمام نكتب تحت بكل زاوية وخلي حجم العنوان ممكن على 32 أعتقد مناسب تمام ونخلي السطرين متساوين بالطول عن طريق ننضيف كشيدة للأحرف هاي المادة اللي منعملها للحرف المطة اسمها كشيدة نعملها عن طريق نضغط على شف زائد حرف التا بالعربي للكيبورد تمام بهذا الشكل رح لون السطر الأول بالأورنج تمام والسطر الثاني خليه باللون الأبيض دائما تصميم تبعي لازم يكون متناسق ومتساوي بالمسافات وأنا هذا العنوان هون بدي يكون بمنتصف الجزء اليمين تبع التصميم يعني بمنتصف هذا المستطيل بالزبط رح واقف على طبقة العنوان وروح على أداة التحديد واختار هذا الشكل وارسم تحديد على مقاس الجزء يلي بدي يسنطر فيه العنوان بنصه وبعدها بحدد على أداة الموف تول ومن شريط الخصائص تبع هاي الأداة بضغط على هذا الخيار بيخلي لي العنوان بمنتصف التحديد يلي أنا محدده بس وكمان شرحت بالتفصيل عن شريط الخصائص تبع هاي الأداة بكورس الفوتوشوب على قناتي اليوتيوب رح نضيف هلأ مواصفات المكنسة بنفس الخط بس بوزن مختلف ممكن أقل سماكي تمام وانا واقف على طبقة نظافة مثالية رح اضغط Alt من الكيبورد وافضل ضاغط تمام وكليك يسار بالماوس وبسحب عشان اعمل تكرار لطبقة كتابة جديدة رح نخلي الوزن على تيكست ونخلي حجم الخط ممكن على 22 ونبدأ نكتب مواصفات المكنسة موتور قوي ومنعمل Shift و Enter مشان ننزل سطر لتحت ومنكتب كمان مثلا خزان غبارب كبير شفته Enter بنزل سطر لتحت وممكن نكتب كمان تصميم أنيق وبضيف كشايد للأحرف بحيس يكونوا كلهم نفس الطول بهذا الشكل كتير ممتاز ومشان نتحكم بتباعد المسافات بين الأسطر منروح على هاي الأداة الخاصة بالكتابة وإذا ما كانت موجودة عندكم منظهرها من قائمة ويندو منروح على قائمة ويندو لك هاي الأداة بتضغط عليها بالماوس وتفتح النافذة عندي من خلال هذا الخيار باعد بين الأسطر كل ما زودنا الرقم كل ما زادت المسافة بين الأسطر بهذا الشكل أنا ممكن نخليه مثلا على 40 مثلا شايفو مناسب تمام وبالنسبة لأيقونة الصح هاي رح عرفكم كمان على موقع خطير للأيقونات أنا بصراحة كتير بحبه وما بقدر استغني عنه هذا هو الموقع اللوجو طبعه ما معرف شو اسمه المهم رح نكتب بشريط البحث كلمة Done ونعمل Enter بيطلع عنا مجموعة كبيرة وأشكال مختلفة من الشكل اللي بدنا ياه ممكن ندور أنا شوي رح أختار مثلا هذا نضغط عليه وبعدها بضغط على خيار التحميل المجاني وبعدها بضغط هون بس مشان تقدروا تحملوا أي شكل لازم تكونوا مسجلين بالإيميل على الموقع بعدها بيعطيني خيارين لصياغ التحميل أنا رح أختار الـ BNG من غير خلفية وبتتحمل عندي الأيقونة بس أنا هيك هيك أنا عندي أيقونة جاهزة بالملحقات رح استخدمها مثل ما هي رح روح جيبها باخدها مثل ما هي وبدخلها على الـ Photoshop وبعمل Enter بفك الـ Smart Object عنها بضغط كليك يمين بالمووس على الطبقة تبعها وبنزل على خيار الـ Restorize بروح على أدات التحديد المستطيل برسم تحديد مستطيل على الكلام اللي تحت الأيقونة هلأ منرجع الأيقونة للـ Smart Object مشان إذا عملنا تصغير أو تكبير تفضل الأيقونة محافظة على الدقة تبعها تمام؟ كليك يمين بالمووس على طبقة الأيقونة وبنزل على خيار الـ Convert Smart Object ومشان غير لونها رح أضغط مرتين بالمووس على الطبقة تبعها وتفتح عندي هاي القائمة بنزل على خيار Color Overlay تمام؟ وبفتح لوحة الألوان وبحدد اللون الأورنج بهذا الشكل وبعمل أوكي بضغط على Control زائد حرف T بالإنجليش لأعمل تصغير للأيقونة بالحجم المناسب يعني هيك مثلا أعتقد مناسب وبحطها بجانب كل سطر بشكل متساوي تمام؟ وأنا واقف على طبقة الأيقونة بضغط على Alt وبسحب بالمووس لتحت مشان أعمل تكرار نسخ للأيقونة وأنا طاغط على Alt وبسحب بالمووس وبضغط كمان معهن على Shift مشان الشكل اللي عبينسخه مايروح مني لا يمين ولا يسار يضل محافظ على استقامته وبحط الأيقونة الثانية بجانب السطر الثاني بهذا الشكل وبكرر نفس العملية للسطر الثالث رح ضيف رقم للتواصل 00 مثلا 160 ورح حدد على رقم 16 وخلي لونه باللون الأورنج وممكن خلي حجمه أكبر شوي صغيرة أنا برأيي بهذا الشكل شو رأيكون؟ تمام؟ الأمور تمام في أي ملاحظات؟ عارفونيها وارجوني إنكم صح صحين ونكتب تحت هون خدمة العملاء وبالنسبة لهي الأيقونة كمان منجيبها من نفس الموقع اللي عرفتكن عليه تبع الحبار أنا رح جيبها من الملحقات الجاهزة عندي تمام؟ وبزبطها بنفس الطريقة اللي زبطت فيها أيقونة الصح من تغيير ألوان وبشيل الكتابة اللي تحت هاي القصص كلها تعلمناها تمام؟ هلأ هيك التصميم تبعنا يعتبر صار جاهز اللمسة قبل الأخيرة هي إن يرتب كل هاي الطبقات بجروبات وسمي كل طبقة باسمها رح حدد الطبقات الخلفية مع بعض بضغط على كونترول من الكيبورد وكليك يمين بالماوس على كل طبقة بيتحددوا عندي بهذا الشكل بعدين بضغط على كونترول زائد حرف الجي مشان نحطه بجروب واحد رحكمل ترتيبهن على السريع وراجع لكم استنوني وبهيك التصميم تبعنا صار جاهز الآلة بالأساسي تبع الهوية اعتمدنا بهذا الشكل حلو أي تصاميم تاني لهذا العميل حتكون مجرد تغييرات بسيطة تعالونا نشوف كيف رح نفتح مشروع أرت بورد جديد بنحدد على جروب الأرت بورد الأول تمام بيعطيني إشارات زائد من كل الاتجاهات رح أضغط هون مشان نفتح مشروع جديد وأول شي بنعمله أول ما نفتح مشروع تصميم شو هو يا حذركن هنعمل خطوط الأماند نقسم التصميم تبعنا ونروح لقائمة view وبنفس الطريقة والأعدادات الأولى منقسم التصميم تبعنا رح جيب جروب الخلفية اللي بالأرت بورد الأولى متل ما هو بعمله نسخ على الأرت بورد الثاني نسخ وليس نقل تمام بحدد عليه بالماوس وأنا ضغط alt بسحب وبدخله عندي على الجروب الثاني كل اللي رح أمله أنه رح خلي هذا المستطيل بالعرض بدل ما هو بالطول بحدد عليه control زائد حرف T بالإنجليش وبعمل تدوير وبضبطه بهذا الشكل ورح أعمل نسخ كمان للشكل السريدي تبع السيل متل ما هو يوقف على الجروب تبعه وضغط alt واسحب وحطه هون بالجروب الثاني تمام وكمان رح جيب الساعات وحطهم بهذا الشكل طبعا نلعب شوي بأحجامهم واتجاههم مشان ما يكونوا مكررين بنفس الأسلوب بكل بوست وهلأ رح نروح على أعدات الأشكال خيار المستطيل ومن شريط الخصائص اللي فوق خيار الفل منحدد اللون تبعه بهذا اللون تمام ومنرسم مستطيل بهذا الشكل ومنخلي الزوايا هذا المستطيل منحنية شوي من خلال هاي النافذة اللي هون كل ما زودنا الأرقام بهذه الأربع خانات اللي هون كل ما زاد انحناء زوايا المستطيل عننا تمام رح ناخد العنوان الرئيسي من البوست الأول ونسحبه متل ما هو على التصميم الثاني ومنغير العنوان من نظافة مثالية منخلي كل شي بتحتاجي صار أوفر بنفس اسلوب البوست الأول تماما شايفين موضوع كيف سهل مادام نحن جهزنا قالب تصميم سوشيال ميديا أساسي بهوية ثابتة من ألوان وعناصر وخلفية وخطوط بيمكننا نعمل بعده مئة تصميم بنفس الاسلوب مع اختلاف توزيع العناصر بس مو أكتر وهلأ رح روح على الملحقات تبعي وجيب هاي الصبية حطها هون بهذا الشكل ويلي ممكن يكون منكن هلأ عم بيسأل كيف ممكن ابحث عن هيك أشخاص على فري بيك منكتب على فري بيك بكل بساطة شخص يشير بيده تمام مثلا بالإنجليش طبعا وحتلقوا عشرات ومئات الصور أو مثلا إذا حابين تستخدموا صورة شب بدل صبية أنتوا حرين يعني بس بما أنه تصاميمنا هي عن الأدوات المنزلية فدائما بتكون مرتبطة بست البيت المهم رح نحطها هون بهذا الشكل ورح نجيب الرقم مثل ما هو حطه عنا هون وهي التصميم الثاني صار جاهز بدياكن أنتوا تنفذوا التصميم الثالث من غير ما أشرحوا ورجوني إبداعكن وشاركوني النتيجة على حسابي على الإستجرام أولا عشان شوف أنكم أنتوا استفدتوا ثاني عشان أعرف أنكم كملتوا الفيديو للآخر وحتشجعوني أني أنا أعمل فيديو تاني وثالث ورابع وكمل بسلسلة تصاميم السوشيال ميديا وبهيك بكونوا خلصوا تصاميمنا اليوم بستنيكم على التليجرام وبستني شوف تفاعل أوي على هذا الفيديو لايكات وكمينتات ولا تنسوا تبعتوني نتائج الدرس على الإنستجرام أنا وائل محمد وهي قناتي على يوتيوب وائل محمد جرافيك ديزاين استنوني الفيديو الجاية إلى اللقاء